السلام عليكم طلبتنا العزاء وحذرتنا لهذا اليوم صور النفقات العامة ولتوضيح صور النفقات العامة فلابد من الإشارة أنه للنفقات العامة أربع صور اللي هي أولا الإجور والمرتبات ثانيا قيم السلع والخدمات التي تحصل عليها الدولة ثلاثة الإعانات وأربعة تسديد أقصاد وفوائد الدين العام نأتي إلى أول صورة من صور النفقات العامة اللي هي الأجور والمرتبات وهي مبالغ نقدية تقدمها الدولة للأفراد العاملين بأجهزتها خلال فترة عملهم أو بعد انتهاء خدمتهم ونقصد هنا رواتب التقاعدية نأتي على كل فئة ونوضح حجم أو تقسيم أو آلية الدخل اللي يحصلون عليه أولا راتب رئيس الجمهورية أول صورة أو أول نوع من أنواع الأجور والمرتبات اللي هو راتب رئيس الجمهورية وراتب رئيس الجمهورية يختلف عن راتب الأمير أو الملك لأنه يعتبرون أنه رئيس الجمهورية هو شخص من الشعب فلذلك هو ما يتميز ومتعلم خلينا نقول على البذخ والإصراف اللي متعلم عليه الملك بس صفة عامة راتب رئيس الجمهورية يتحدد بأحدى الطرق الآتية إما يتحدد راتب رئيس الجمهورية أولا بقانون يصدر مع قانون الموازنة العامة هنا يتحدد براتب رئيس الجمهورية وهذه الطريقة أو هذه الآلية المعتمدة لتحديد راتب رئيس الجمهورية يعتبروها أنه مواكبة للظروف الاقتصادية اللي ممكن تصير من ارتفاع أسعار أو أزمة اقتصادية لكن يؤخذ على هذه الطريقة أنه ممكن تكون وسيلة الضغط من قبل برلمان على رئيس الجمهورية ليش؟ لأنه من قلنا أنه يصدر بقانون معه قانون الموازنة اللي حيصوت عليها البرلمان وممكن برلمان يعتمدوها كأالية الضغط على رئيس الجمهورية لتمرير بعض المواضيع اللي رئيس الجمهورية ما يوافق عليها هذه الطريقة الطريقة الثانية اللي هي تحديد راتب رئيس الجمهورية عندما يتولى المنصب على مود ما يكون أرضا للضغوط اللي ممكن يمارسها البرلمان لكن من المآخذ على هذه الطريقة أنه هي قد أنه هي متواكبة الظروف الاقتصادية وقد يكون الراتب خلينا نقول أقل من المفروض في ظل حصول أزمات اقتصادية مثل التضخم اللي أجي إلى انخفاض قيمة النقود أما الطريقة الثالثة أو الأسلوب الثالث اللي هو تحديد راتب رئيس الجمهورية عندما يتولى المنصب هذه وممكن في حال حصول تطورات اقتصادية أو أزمات اقتصادية ممكن يخطع إلى التعديل هنا نعلم أن نجنب رئيس الجمهورية الضغط اللي ممكن إمارسها البرلمان هذا بما يخص راتب رئيس الجمهورية أما النوع الثاني اللي هو مرتبات أو مكافآت أعضاء البرلمان اللي هما ممثلين الشعب اللي هما المفروض يحصلون على مكافآت تكفيهم لماذا يؤدون غرضهم أو الغرض من انتخابهم كأعضاء برلمان فهنان الدخل اللي يحصلون عليه أو المكافآت اللي يحصلون عليها أما تحدد من ضمن الدستور وهذا يعتبروها أنه غير مواكبة للتطورات لأنني أحددها وبعد ما يصر عليها أي تغييرات فما تكون مواكبة للتطورات الاقتصادية أو الأزمات الاقتصادية اللي ممكن يتمر بها الدولة وقد تتحدد الطريقة الثانية اللي هي طريقة أنه تصدر بقانون عاجزة من قانون الموازنة وهنانا يعتبرون أنه هنا من المآخذ على هذه الآلية أو هذه الطريقة بما أنه هو البلمان اللي هو ممثل الشعب اللي هو يصدر ويشرع القوانين فممكن يستغل الصلاحيات الممنوحة بزيادة أو تقديم مكافآت ليش لأنهم الجهة التشريعية وهم ليشرعون إذا كانت وفق القانون هذه طريقة أما النوع الثالث اللي هو مرتبات الموظفين من ضمن الأجور والمرتبات رؤية الموظفين اللي يمثلون العمود الفقري لأي مؤسسة أو العفوا لأي دولة هم العمود الفقري وهم الأساس وهم الفئة الاجتماعية الكبرى في مختلف قطاعات الدولة رواتبهم تتحدى ضمن معايير معينة لا بد أن تراعيها الدولة عند تحديد رواتب الموظفين أو العاملين لا بد أن تكون هذه الرواتب في ضوء تكاليف المعيشة مما أقول أنا أدفع 2000-3000 كراتب للموظف في ظل ارتفاع مستوى أو غلاء المعيشة لا بد هذه الرواتب تكون مكافئة للمستوى المعاشي أو للوضع الاقتصادي اللي يمر به البلد أو الدولة اثنين لا بد ناخد بنظر الاعتبار المؤهل العلمي يعني راتب الطبيب أو المهندس يختلف عن راتب الفني أو صاحب الدبلوم وهكذا إذن هاي التدرجات لازم الدولة تأخذها بنظر والمؤهلات تأخذها بنظر الاعتبار لا بد أنني من أخلي أجور رواتب كدولة أو كحكومة لا بد أن هذه الرواتب تكون مكافئة أو مقاربة لرواتب القطاع الخاص ليش؟ لأنني ممكن أخسر الموظفين والكفاءات العندي يروحون للقطاع الخاص ليش؟ لأن رواتب القطاع الخاص أعلى أو مرتفعة مقارنة برواتب القطاع العام لا بد أيضا أن أخذ بنظر الاعتبار الرواتب اللي تدفعها الدول المجاورة على موضوع ما أخسر الكفاءات العلمية اللي عندي من التهاجر إلى الدول الأخرى وإيضا أنه لا بد أن يكون أكو سلم أو تنظيم فني لرواتب بالموظفين بحيث هذا يكون معروف يعني كل موظف يعرف شوك يترقى شوك يترفع ليش وفق سلم وظيفي معتمد النقطة أو النوع الرابع اللي هو المرتبات التقاعدية اللي هم الأشخاص اللي خدموا الدولة وقدموها خدمات ووصلوا إلى سن القانوني للتقاعد وأحيلوا إلى التقاعد فهنا نثلال فترة خدمتهم الدولة كانت تستقطع مبالغ هاي المبالغ يأما كانت تذهب إلى خزانة الدولة كإرادات والموظف مني يطلع تقاعد خلي نقوله شيء أنه الجولة حدد لها راتب تقاعدية أو كانت تروح إلى صندوق صندوق التقاعد اللي هو تستثمر بأموال التقاعد وتعتبر هاي أموال كإرادات لتغطية المبالغ التقاعدية وبكل بكل الحالتين فالدولة ملزمة عند عندما يحال الموظف إلى التقاعد أنه تحدد لراتب تقاعدي والراتب التقاعدي يختلف عن المكافع ليش؟ المكافع من مكافعة نهاية الخدمة هاي مكافعة تدفع إلى الموظف لمرة واحدة أما الراتب التقاعدي فهذا يكون مبالغ شهرية هذه بما يخص أول صورة اللي هي المرتبات والأجور الصورة الثانية اللي هي أثمان ومشتريات الدولة اللي هي مبالغ تنفقها الدولة للحصول على مشترياتها من معدات وآلات ومن مكائن ومن سلع وخدمات هنا نأتي إلى ثلاث فقرات بما يخص أثمان ومشتريات الدولة أول من السلطة اللي تقوم بالإشراف على عملية الشراء السلطة اللي تقوم بالإشراف على عملية الشراء قد تكون سلطة مركزية أو لا مركزية يعني الحصول على أثاث بسيطة أو قرطاسية هنا ما أحتاج إلى سلطة مركزية ممكن تكون سلطة لا مركزية أما القيام بمشاريع توسعة بنايات أو إنشاء بنايات جديدة أو بثين كليات جديدة هنا لا هذه تحتاج إلى سلطة مركزية ولجان مركزية تابعة للوجارة هنا تدقق وتراقب وتقوم بالإشراف عملية تنفيذ هذه المشاريع فهنا لدينا سلطة مركزية ولا مركزية حسب نوعية المشتريات التي تقوم بها الدولة هنا نجي إلى النقطة الثانية كيف تحصل الدولة على مستلزماتها أو مشترياتها؟ إما عن طريق لجنة مشتريات من قبل المؤسسة أو الدائرة نفسها أو عن طريق المقاولين وهنا المقاول يكون أوضل من لجنة المشتريات لأن المقاول عند كفاءة أو خبرة أكثر بتوفير مشتريات الدولة إضافة أنني كمؤسسة وفق شروط معينة إذا المقاول ما جهزني بالسلع والمشتريات التي أحتاجها وفق هذه المواصفات أنا ممكن أرفض هذه المشتريات التي قدمت لها لأنه موضمن المواصفات المطلوبة على عكس لجنة المشتريات إذا هي من داخل الدائرة وجابت لها السلع أو المشتريات حتى إذا كانت مستوى أقل من المطلوب وأني ما حقدر أرجعها ليش لأن هذا مو مقاول خارجي أتعامل معه أسلوب الثالثاً الأسلوب التي تحصل عليها الدولة على المقاولين إما مناقصة أو ممارسة المناقصة هي دعوة سرية مفتوحة بالشروط معلنة هنا أنا أشوف الأفضل ممكن أختارها على مودي يجهزني أو أسلوب ثاني اللي هو ممارسة هنا أنا أنا مقاولة عملت بعدة مشاريع وكان كفوق تجهيز ما مطلوب منه وفوق المعايير اللي أنا محددتها كمؤسسة أو كدائرة فهنا أنا أنا مباشرة أروح إلى هذا المقاول وأتفق وياه يقوم بعض المشتريات أو بعض الأعمال خاصة إذا كانت مواقع أمنية حساسة فأني أجع إلى شخص أو مقاولي يتميز بالثقة والأمانة أتعامل وياه مباشرة هذا بما يخص مشتريات الدولة الصورة الثالثة اللي هي الإعانات إعانات هي مبالغ مالية تدفع حد دولة لأحد المؤسسات أو الأفراد أو الهيئات بدون مقابل أنا من أقدم إعانة هذا المبلغ لأدفع لأي مؤسسة أو لأي مشروع هنا ما يكون بي مقابل وإنما أنا كأنما أقدم له مساعدات نقدية لأي مؤسسة أو لأي جهة أو لأي مشروع عند أقدم مساعدة نقدية بدون أي عائد الإعانات أكون عن إعانات دولية وإعانات داخلية الإعانات الدولية مبالغ تدفعها الدولة إلى دول أخرى أو إلى جهات أو إلى مؤسسات خارجية تواكبها بنفس الاتجاه السياسي ما معقولة أنا كدولة أقدم إعانة دولة ثانية هي ما تكون متوافقة بي توجهاتي السياسية أو أي جهة ثانية ما تكون متوافقة بي أجهاتي السياسية بالعكس أنا هاي المبالغ أقدمها للدول اللي تكون ساندتني واللي هي ضمن توجهي السياسي هاي بما يخص الإعانات الدولية أما الإعانات الداخلية هي النوع الثاني فهي مبالغ تدفعها الدولة وتدرج ضمن الموازنة العامة وتكون على عدة أنواع أما إعانات إدارية أو اقتصادية أو اجتماعية الإعانات الإدارية هنا نعرف الإعانة هي مبلغ نقدي مساعدة مبالغ تقدمها الدولة إذن هي مبالغ نقدي تقدمها الدولة إلى هيئات العامة المحلية الإعانات الداخلية كلها إعانات تقدمها الدولة إلى مؤسساتها الداخلية لهذا هي تختلف عن إعانات الدولة التي تقدمها الدولة إلى دول أو جهات أو مؤسسات خارجية فإذن هي مبالغ تقدمها لأحد هي هيئات المحلية لمساعدتها بإذاء واجبات فممكن أنا في حال حصول أزمات في حال حصول عجز في حال حصول كوارث في حال أنه أريد هذه المشاريع تكون لي رقابة عليها وكفاءة بإداء عمالها ممكن أقدم لها إعانة إدارية أما الإعانات الاقتصادية فهنا نقدمها الدولة إلى مشاريع اقتصادية محلية قد تكون خاصة أو عامة هنا نحن من نقول إعانات الداخلية مو شرط أن تكون مؤسسات عامة لا قد تكون مؤسسات خاصة بس أنا أحميها من المنافسة الأجنبية أريد أدعم المنتوج المحلي أريد أحد من ارتفاع الأسعار فليهذا أقدم لها كأنما أتحمل جزء من تكاليف هذا الإنتاج أقدم لها مساعدة مالية على مدأة حافظ على انخفاض أو أحارب ارتفاع الأسعار فممكن أقدم لها هذه الإعانات أيضا النوع الثالث اللي هي الإعانات الاجتماعية اللي الدولة تدفعها لمكافحة البطالة والعجز وخلي نقول إعانات تقدمها للعاطلين عن العمل لحين إيجادهم أعمال فهي هذه وأيضا إن شأنها سمعرف عندنا الرعاية الاجتماعية المبارئة التي تدفعها هذه إعانات اجتماعية هنا أيضا إعانات سياسية اللي هي النوع الرابع تقدمها الدولة منظمات ومؤسسات ترتبط بالدولة بنفس مستوى الفكري تروج السياسة الدولة إذن هذه كلها إعانات أو مساعدات تقدمها الدولة تقسيم النفقات العامة هنا نتجي على من حيث أثرها الاقتصادي تقسم النفقات نفقات حقيقية ونفقات تحويلية النفقات الحقيقية اللي يترتوا عليها من أنفق أحصل على سلع على خدمات على منتجات على معدات على سلع استثمارية إذن يكون مقابل إلها أما النفقات التحويلية فهنانا لا النفقات التحويلية من اسمها تحويل لأنه كأنما أسوي إعادة توزيع للدخل إحنانا مثلا أفرض ضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة على مود أأخذ جزء من دخلهم وأقدم إعانات لأصحاب الدخول المنخفضة فهنانا كأنما إعادة هيكلة للدخول أو إعادة توزيع للدخول أخذ من أصحاب الدخول المرتفعة وأنطيها بصيغة ثانية لأصحاب الدخول المنخفضة فإذن هذه ما يترتب عليها أنفاق بقبل ما هي عملية تحويل أو إعادة توزيع للدخل عدنا تقسيم النفقات اللي يعتمد هذا التقسيم الإداري أو الوظيفي هنا حسب الوظيفة التي تقوم بها الدولة الوظيفة الاقتصادية للدولة هي تنفيذ هذا مفهوم التقليدي تقديم خدمات تحقيق أهداف اقتصادية مشتريات أثمان هذه كلها وظيفة اقتصادية وظيفة اجتماعية هنا منح مساعدات محدود الدخل اللي شعرناها لها قبل قليل لأننا نتقدم لهم مساعدات إعادة توزيع الدخل هذه كلها وظيفة اجتماعية وظيفة ادارية هنا الدولة شنو دورها شنو المهام اللي تقوم بيها إذن هذه أمن دفاع قضاء خدمات أعمال عامة هذه كلها دور أو الوظيفة الادارية للدولة وحضرتنا لهذا اليوم انتهت أتمنى تكون واضحة بالنسبة لكم شكراً جزيلاً